بعد ادخالها البلد في عزلة اقليمية ودولية بسبب الحرب التي تشنها تتجه ميليشيا الحوثي والمخلوع ايضا الى عزل المواطنين في البلاد من خلال التضييق على الخدمات العامة واهمها خدمة الانترنت ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم ليصبح فضاء مفتوحا عمدت الميليشيا من خلال شركة يامننت الواقعة تحت سيطرتها الى الغاء سيعات التنزيل المفتوحة في باقات الانترنت الذهبية تصرف من شأنه الحد من استخدام الانترنت في اليمن ما سيلحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج الى سعة اكبر من هذا السقف يرى مراقبون ان هذه الخطوة تمثل محاولة ابتزاز مادي جديد للمؤسسات والشركات التي تعتمد كليا على خدمة الانترنت في ايصال خدماتها للجمهور بدورها ادانت جمعية الانترنت في اليمن لاجراءات التي اتخذتها شركة يامننت معتبرة ان هذه الخطوة ستشكل عائقا كبيرا للتنمية في البلد الذي يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية مطالبة الشركة بالتراجع عنها والعمل على تحسين الخدمة التي تعاني مشاكل عديدة